اشتركوا في القناة العام الماضي ودونالد ترامب يتهم النظام الإيراني بتصدير الفوضى في المنطقة ويؤكد طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق إذ أعلنت القوات العراقية المشتركة تحريرها ناحية الرياض بعد ساعات من إعلان تحرير الحويجة جنوب غرب كاركوك بالكامل من احتلال داعش بحسب ما فاد به قائد عمليات قادمون يا حويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله مراسل أخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل عملية مباغتة وسريعة نفذتها القوات العراقية المشتركة في اقتحام مركز الحويجة وتحريره بالكامل بعد قتال عنيف خاضته مع من تبقى من مقاتلي داعش داخل هذه المدينة والتي احتلها قبل أكثر من ثلاث سنوات شرعة فرقة الرد السريع ساعة خمسمين فجر هذا اليوم باتجاه القضاء الحويجة والحمد لله تمكننا من تطغير القضاء بالكامل والقام المقامية ومديرية الشرطة وجميع الأبنية الحكومية والآن نحن متجهين الحدود الفاصلة بين القضاء بين قضاء الحويجة وبين أقليم كردستان تمكننا من قتل العديد من العدو تفجير العديد من العجلات المفخخة والحمد لله إن شاء الله أتمام الواجب هذا اليوم القوات العراقية وأثناء تحريرها للحويجة تمكنت من تدمير أكثر من عشرين سيارة مفخخة حاول مقاتل داعش دفعها لعرقلة تقدم القوات العراقية المشتركة ومنعها من التقدم صوب مركز المدينة الرد السريع والاتحادية والجيش والحجد الشعبي المقدس تم المباشرة بتطهير مركز قضاء الحويجة بالكامل تم تطهير مركز قضاء الحويجة بالكامل وتم قتل وطرد فلول العدو المتبقي منهم بدون أي خسائر أو تضحيات من قبلنا والحمد لله والشكر لم يكن لتمن تبقى من مقاتلي داعش داخل الحويجة أي تخيارات حيث تم قتل العشرات منهم بينما قامت القوات العراقية بالقاء القبض على آخرين بينهم أمير ما تسمى بوحدة التفخيخ التابع للتنظيم في الحويجة لم يتبقى أمام القوات العراقية بعد تحريرها مركز قضاء الحويجة سوى المناطق العراقية الواقعة على الشريط الحدودي بعد أن تم تحرير آخر منطقة وهي ناحية الرياض التي تبعد عن الحويجة أقل من سبعة كيلو مترات باتجاه جنوبها حيث انهارت دفاعات داعش بالكامل هنا حاول العدو أنه يعرق تقدم القطاعات بمجموعة من العجلات المفخخة والعبوات الناسفة لكن الحمد لله تمكننا من تفجير يوم أمس 18 عجلة واليوم عجلتين لحد الآن وتفكيك أكثر من 58 عبوة ناسفة القطاعات الماسكة اليوم لاحظناها أنه هي دخلت إلى المنطقة من أبطال الجيش العراقي أدى وخرج أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب كاركوك للترحيب بالقوات العراقية المشتركة التي تمكنت من تحريرهم من احتلال داعش الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات كما تحصن فيها عدد مقادة هذا التنظيم الإرهابي بعد أن خسروا عاصمتهم الرمزية في الموصل ترجمة نانسي قنع في الشأن السوري نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقتل مئات الضحايا وتدمير المستشفيات والمدارس خلال الأسبوعين الأخيرين في مناطق عدة في سوريا عادة أن مستويات العنفية الأسوأ منذ معارك مدينة حلب العام الماضي وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ميان منفصل من أن استهداف المدنيين والمرافق يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يصل إلى حد جرائم الحرب إزدار جديد ورسالة جديدة مزعومة لأيمن الظواهر قيل إنها تتزامن مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر رسالة افتقدت إلى الترابط المباشر مع التطورات الأخيرة ملاحظات أخرى على هذه الرسالة في التقرير التالي مرة جديدة يخرج أيمن الظواهر برسالة صوتية تفتقر إلى أي ارتباط بما يجري على أرض الواقع الظواهر وجه انتقادا ضمنيا إلى هيئة تحرير الشام النصر سابقا التي فكت ارتباطها بالقاعدة مستنكرا ترضى القاعدة من سوريا لكن من يتابع بدقة مضمون الرسالة فيتجه إلى الخلاصات التالية أولا فشلت القاعدة مرة جديدة بإظهار دليل يثبت أن الظواهر لا يزال على قيد الحياة فالرسالة أتت صوتية مقتارنة بمجموعة صور غير مرتبطة بالواقع أيضا ثانيا قد تكون هذه الرسالة مسجلة قبل أشهر عديدة لأنه بغض النظر عن الإشارة إلى النزاع بين الفصائل خلت من أي إشارة إلى حدث حصل في الماضي القريب ثالثا الرسالة تخللتها أناشيد بطريقة مقصودة وسيئة بحيث صوت الظواهر لم يكن واضحا فهل كان ذلك صوته؟ في الحقيقة ليس هناك دليل على ذلك رابعا بإصدار هذه الرسالة لم تفعل القاعدة شيئا لإزالة الشكوك حول صحة الظواهر بل على العكس زادت من تلك الشكوك ولكن هناك شيء واحد واضح بإصدار هذه الرسالة في هذا الوقت فأيا كان من يسيطر على القاعدة الآن فهو يجاهر صراحة وعلانية أن القاعدة سئمت وتعبت من حيل الجولان وخيانته للقاعدة هذا ما حاولنا رصده من خلال التسجيل الأخير للظواهر هل من دلائل أخرى ترونها جلية؟ شاركون إياها أفانت مصادر أمنية يمنية بقتل قيادين في تنظيم القاعدة في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضة وسط البلاد وذكرت المصادر أن الضربة استهدفت القيادي في القاعدة شروم الصنعاني وهو على متن دراجة نارية في منطقة يكلة ما أدى إلى قتله وقتل شخص آخر كان برفقته عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 الذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدرجي للعقوبات عن إيران وضف ترامب أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط مشيرا إلى ضرورة وضع حد لذلك الأمر وعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية وقعت السعودية فاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع S-400 إضافة إلى تصنيعها في المملكة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو كما تشتري السعودية قذفات قنابل يدوية AGS-30 ورشاشات كلاشنكوف من نوع AK-103 لنشرتنا بقية مشاهدينا ولكننا نعود بعد فاصل قصيد موسيقى موسيقى أحييكم من جديد انتشار الاستشارات الطبية عبر الإنترنت يعد أمرا طبيعيا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الطبية الكثيرة لكن عدم وجود جهة رقبية واضحة لما يتم تدوله من معلومات قد يجعل هذه الاستشارة أمرا خطيرا نوعا ما فإلى أي مدى يمكن الاعتماد على الإنترنت في الحصول على المشورة الطبية تقرير الزميلة حنان ظاهر والتفاصيل تشعر بتوعك؟ تعاني من أعراض معينة؟ هل تبحث عن علاج ولا تررب في الذهاب إلى المستشفى؟ في عصرنا الحالي لم يعد عليك أن تتحرك حتى من سريرك فعبر هاتفك النقال ستحصل على استشاراتك الطبية بكل سهولة خلال دقائق مواقع وتطبيقات وصفحات طبية تملأ الإنترنت تجعل من الحياة أسهل لكن هل هي حقا تستحق هذه الثقة؟ الاستشارة الطبية ليست فليدة اللحظة ففي عام 2014 كشفت دراسة أمريكية أنه في ذلك العام فقط قدمت 100 مليون استشارة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة هذه الأرقام بالتأكيد تضاعفت الآن محاذير عدة تحملها تلك الخدمة إذ تعد مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للشائعات والمعلومات المغلوطة وبات المشتركون بها يعرضون تجاربهم الشخصية على أنها معلومات ونصائح طبية يأخذها البعض بالحسبان وعلى نعم من أن الخدمات الطبية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي سريعة وغير مكلفة ماديا للمواطنين إلا أن عدم وجود رقابة أو ضامن على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة بتلك الخدمات يضع عاتق المسئولية على المتلقي الذي عليه أن يبحث عن مصدر جيد لمعلوماته ويستوثق من مقدمها وفي نفس السياق دراسة جديدة بحثت مدى صدق التقييمات التي تقدمها منصات الإنترنت حول كفاءة الأطباء ومستواهم الحقيقي ووجدت فارقا شاسعا في التقييمات الشخصية التي يشارك فيها المرضى على الإنترنت وعن كفاءة الطبيب الواقعية فموظم تقييمات المرضى تعتمد على فترة انتظارهم في المستشفى أو مدى كون الطبيب اجتماعيا وهو أمر لا يعطي الطبيب حقه في تحديد مستوى لذلك وجد الباحثون أنه على المنصات الطبية أن تكون أكثر دقة في وضع معايير التقييم وأخرانها مع المستوى العلمي والخبرة التي يحظى بها الطبيب تتمتع أربع فتيات بمهارات لا تقل عن مهارات أقرانهن الأسوياء فهن قادرات على العمل وعلى تحمل مسؤولية أنفسهن ماديا ومانويا وعلى الرغم من إصابتهن بمتلازمة دون وجدنا يد العون من الأهل فتشبثنا بها صبا وهايدي ومينة وشريهان الملاقبات بالبسكوتات الأربع يعملن بمشروعهن الخاص بتحدي وثبات ببراءة قلب الأطفال تتحدث شريهان عن صنعة يديها بالرغم من أنها مصابة بمتلازمة داونة فهي تقول أنا أصنع البسكوت وأضع عليه الزبدة والليمونة فهو مشروعي الخاص أنا وزميلاتي صبا ومينة وهايدي أم أعمل العجين وضعها لديها كل شيء أحبها لديها الكيل أربع بسكوتات يتحدين داون بالكوكيز فكرة طرحتها شقيقات الأخوات قابلنا إحداهن وهي نورة شقيقة شريهان وقصت لنا عن إرسال أخواتهن إلى إحدى مدارس ذو القدرات الخاصة إلا أنها كانت تفتقر إلى الأنشطة اللازمة لتنمية مهارات الطلاب وارتفاع التكاليف ومع الكثير من الإصرار والعزم وأيضا الإيمان والأمل بدأ المشروع كان أول كان مجرد انبساطهم بيتقابلوا وبيشتغلوا مع بعض وما كانش فيه جدية فظيئة بعدين ستاب باي ستاب الموضوع يبدأ جد جدا وانس نحن أقول نحن نبتدي شغل كل واحد يبتدي يأخذ البوزيشن بتاعه يبتدي الحاجة اللي هو بيعملها دعم أسري متواصل فوالدة شريهان السويسرية الأصلة وفي أحد أركان منزلها تعد العقينة لمهارتها في صنعها ويقوم الأطفال بالعمل عليها صورة نسجتها الأسرة ليس من فراغ لكنها نتاج تعب منذ الولادة وحتى تخطت شريهان العشرين من عمرها سنوات من التربية دفعت الوالدة للحرص على تقديم رسالتها إلا المجتمع وتقول كل أبن وأم لديهم طفل يعني من متلازم داون عليه أن يفرح لا تخافوا وكونوا فخورين بالطفل أهم الشيء التوجه إلى الطبيب لينصحك بكيفية التعامل مع الطفل وحاول أن تتقبل الطفل كما هو وكن سعيد من أجلي ومن أجلك عمل قد يكون منفردا على السحة مع البنات الأربع لكنه يحتاج إلى دعم من مختلف الجهات لدمج مصاب متلازم الداون في الحياة المجتمعية لو كل واحد صاحب عمل عرض فرصة عمل لتفل داون أو لتفل بأي زواجة جاد خاصة تانية بجد إحنا هنقدر نعمل ترابط فكري لطيف جدا ونقدر نعمل إنتاج جميل وتعتزم شقيقات الأخوات التوسعة في المشروع بعد فترة الستة أشهر الأولى وذلك بالقيام بتدريب وتشغيل المزيد من الأشخاص الموهوبين من ذو القدرات الخارقة من أمثال أخواتهن قد تكون المخبوزة تملأ أسواق كثيرة لكنها هنا تكتسي بلمسة حنان وطيبة من أياد لا تعرف إلا إنتاج الخير أينما وجدت فهو مشروع بدعم أسري داخلية ينتظر دعما آخر خارجية ومجتمعية لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة الوزن الزائد وتراكم الذهون من المشاكل التي تؤرق كثيرين وذلك لما له من أضرار صحية كبيرة إذ أشارت التقارير الأمريكية الحديثة إلى أن معدلات أنواع السرطان المرتبطة بالبدانة في ازدياد تفاصيل أوفى مع الزميلة عبير عبدالله تقرير جديد للوكالة الدولية لأبحاث السرطان يكشف 13 نوعا من الأمراض المرتبطة بالوزن الزائد والسمنة المفرطة التقرير كشف أن هناك حوالي 630 ألف إصابة بالسرطان أي 40% من مجموع حالات السرطان المشخصة قبل ثلاث سنوات في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بالوزن الزائد وهذه الأمراض تشمل الورم السحائي والورم النخاعي وصرطان الغدة الدرقية وصرطان الثدي بعد سن الياس وصرطانات المرارة والمعدة والكبد والبنكرياس والكلا والمبيض والرحم والقولون والمستقيم وتسجل هذه الإصابات المرتبطة بالوزن الزائد ارتفاعا متواصلا في الولايات المتحدة والنساء أكثر عرضة من الرجال إذ أن 55% من حالات السرطان المشخصة لديهم مرتبطة بالوزن الزائد في مقابل 24% لدى الرجال وربط الباحثون بين السمنة والإصابة بالسرطان عند النساء بالخلايا الدهنية التي تنتج هرمونات خاصة هرمون الأستروجين الذي يعتقد أنه وراء الإصابة وقال الباحثون إن فقدان الوزن قد يكون وسيلة آمنة وفعالة لوقاية السيدات من السرطان خاصة كبار السن ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن فرط الوزن يؤدي إلى آثار صحية وخيمة تزيد تدريجيا مع زيادة الوزن حيث تسبب السمن الأمراض القلبية والسكر وبعض أنواع السرطان ومنها سرطان بطانة الرحم والثدي تعاني كثير من الفتيات أو حتى الشباب من مشكلة تساقط الشعر وعدم الحيوية فالأسباب كثيرة لكن في معظم الحالات يمكن الحصول على شعر الصحي حيوي وبراق فقط من خلال تغيير النظام الغذائي التفاصيل في فقرة غذائك حياتك مع الزميلة مونة غواد تحاول المرأة الحفاظ على صحة شعرها باعتباره رمزا لجمالها لذا فهي تسعى جاهدة لتحافظ عليه جميلا ولامعا بشتى الطرق والوسائل والعلى من أكثر ما يرعب النساء هو رؤية الشعر المتساقط على الوسادة في الصباح أو أثناء تسريحه ويعود تساقط الشعر لأسباب كثيرة بعضها مرضية وبعضها كما أظهرت الدراسات أنه بسبب سوء التغذية فالغذاء عامل مهم لنمو الشعر وعدم تناول بعض الأنواع الغذائية المهمة لنمو الشعر مثل البروتين والحديد والزنك وبعض الفيتامينات الأخرى قد يؤدي إلى تساقط الشعر لمعرفة ما علاقة الغذاء بصحة الشعر وما الأغذية التي ينصح بتناولها للحفاظ على صحته توجهنا إلى أخصائية التغذية سوزان بوعز الدين نتابع ماذا قالت أكيد الأكل له علاقة كثير كبيرة بصحة الشعر ولمعين وبسقوط الشعر هلأ أطول نحن نسمع أنه الناس اللي عم يعملوا داية كثير صعبة أول شي بيعانوا من تساقط الشعر أو بينكسروا دفيرهم بطريقة كثير سريعة هذا لأنهم هني ما بيكونوا عم بيحصلوا على العناصر الغذائية الدرورية فسوء التغذية له كثير علاقة مباشرة ووسيقة جدا بتساقط الشعر نحن نحن نحكي عن تساقط الشعر بهمنا أربع نئات يلي هني البروتين الحديد وزنك والبي فيتامين يعني عائلة الفيتامين بي فإذا كان عنا نقص بأي شي من هول الأربعة هذا أجمال نحن نعملنا تساقط الشعر لأنه أطمئن نستعمل نحن كريمات ما بكفل لازم نغذي الشعر من البصيلة من جوه فإذا أتكي عن الأكلات المفيدة لصحة الشعر ممكن نبلش بالبروتينيات مثل ما إنه البروتين الحيواني الأسماك السلمان والحبوب والبقليات ممكن نزيد عليهم أكيد الدرة كتير بتاعتنا معاني للشعر وفيها فيتامينات كتير مهمة ممكن نحكي عن الأوراق الخضرة مثل السبانغ والبروكولي وكل الإشياء الغنية بالحديد ممكن نحكي كمان عن الجوز واللوز هور غنية كتير بالأوميغا ثري وبالتالي هنا مناح لصحة الشعر ولا معانه وكمان ما ننسى أبدا عنصر كتير مهمة اللي هو الماء مهمة على طول نحن نظلنا هيدريتد نشرب ماء لأنه إذا كتير خفت كمية الماء اللي منشربها هذا شي بيعمل جفاف وأكيد منعكس على البصيلة الشعر فكما لهيك ننتبه لغذائنا وناخد كل العناصر الغذائية إذن للغذاء دور مهم في الحفاظ على حيوية وصحة الشعر وخلاصة القول العصاء السحرية التي تبحثين عنها لوقف تساقط الشعر موجودة بمطبخك نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصلنا أخيرة أين يلعب برشلونة عند انفصال كتالونيا عن إسبانيا أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدين خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها جرافتي عملاق يغطي واجهة 338 منزلا في كولومبيا يصلت حي لوس بوينز في العاصمة الكولومبية بوغوتا الأضواء على نفسه من خلال استضافته لأكبر عمل جرافتي في أمريكا اللاتينية يغطي واجهة 338 منزلا فيه ويلفت الجرافتي نهر الحياة الأنظار حتى من أماكن بعيدة عن الحي المذكور من خلال الصورة الظلية التي تم رسمها بألوان مختلفة على الطوب في مباني الحي اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الأيام البحرانية ظهور رفاة بابا نويل في تركيا يعتقد علماء الآثار الأتراك أنهم ربما اكتشفوا رفاة القديس نيكولاس الذي استوحيت منه أسطورة سانتا كلوز بابا نويل حتى كنيسة تحت كنيسة في موطنه بجنوب تركيا وولد القديس نيكولاس وخدم كأسقف فيها فيما هي الآن بلدة دمراء التركية على البحر المتوسط قرب أنطاليا في القرن الرابع ودفن هناك لكن كان ثم تعتقاد بأن عظامه نقلت إلى بلدة باري جنوب إيطاليا ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية كوبو روبوت ياباني جديد بديلا للقطط المنزلية طورت شركة يوكاي الهدسية روبوتا جديدا يحمل اسم بوكو على شكل قط مع جسم خارجي من الفراء وذيل قصير بدون وجه أو أرجل أو حتى مخالب مزود بمجموعة من أجهزة الاستشعار التي تجعله قادرا على الاستجابة للمسات المستخدم والرد عليها من خلال تحريك الذيل أو الاهتزاز وصحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم العثور على لعبة أطفال عمرها خمسة ألاف عام عثر فريق تنقيب على لعبة أطفال تتكون من عربة وعجلات تعود إلى خمسة ألاف عام أثناء عمليات التنقيب في موقع أثري في مدينة سوغماتار القديمة جنوب شرق تركيا وقال رئيس فريق التنقيب في موقع سوغماتار إن اللعبة كانت داخل مقابر صخرية تعود لخمسة ألاف عام وأكد أن اللعبة ستعرض في متحف الولاية ختاما مشاهدين من صحيفة البيانة الإماراتية سماعة من جوجل تترجم أربعين لغة جاء في تفاصيل الخبر أطلقت جوجل أولى سماعات رأس لاسلكية تتضمن الترجمة الفورية لنحو أربعين لغة في البداية وسماعات تتصل بجهاز أندرويد أو جوجل بيكسل الذكي الذي يتصل بدوره بجوجل استاتنت الذي يتم التحكم به صوتيا لإجراء مكالمات هاتفية أو تشغيل موسيقى أو حتى التعرف إلى لغات أخرى والآن إلى أخبارنا غيابية احتمال انفصال كتالونيا عن الدولة الإسبانية من الممكن أن يؤدي إلى عدم مشاركة الأندية المتواجدة في الإقليم مثل برشلونة وإسبانيول وجيرونة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفق ما أعلنه رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس في عام 2015 التقرير التالي والتفاصيل مع انطلاق شرارة إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا تواترت القصص عن مصير الكرة الإسبانية في المستقبل ولسيما على مستوى الأندية وتركز الحوار حول برشلونة القطب الثاني في الليجة مع ريال مدريد فالحكايات والتأويلات تختلف بشأن كيف تدار الأمور داخل النادي الكاتالوني وهل ستنتهي أسطورة كلاسيكو الأرض الذي عرفته الساحر المستديرة على مدار سنوات طوالة وغيرها من التساؤلات التي تفتش عن إجابة بين ثاني القرار المنتظر بالانفصال وإن كانت الحكومة الإسبانية من جانبها أكدت أنها لن تعترف بهذا الاستفتاء طبقا للقانون وفي ظل هذه الأجواء المتضاربة وغيوم المشهد بدأ الخبراء والمحللون في وضع سيناريوهات منتظرة لما ستشهده المرحلة الجديدة في حال لو دخلت حيز التنفيذ فقد ألمحت بعض وسائل العلام إلى أن البرسة ربما يميل في حالة الموافقة على الانفصال إلى اللعب في دور الفرنسي أسوة بتجربة موناكو الذي ينتمي لنفس الإمارة ولكنه يلعب في نفس المسابقة وحول موقف النادي من الاستفتاء أكد نادي برشلونة أنه لا يفكر في إمكانيات اللعب خارج دور الدرجة الأولى الإسباني لكورة القدم في حال استقلال إقليم كاتالونيا المحتمل وقال المتحدث الرسمي لنادي برشلونة إن الفريق لا يفكر في مثل هذا السيناريو بل هدفه الفوز بلاقب الليغة الإسبانية والأمر ذاته ينطبق على دور الأبطال إذن ما هو مصير هذه الأندية؟ مبدئيا قانون الرياضة الإسباني لن يسمح لها بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني إلا في حالة تعديله بخبرنا الأخير فرض المنتخب السوري تعادلا إيجابيا بهدف مثله على نظره الأسترالي في مباراة ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 والتي أقيمت في إقليم بلكا في ماليزيا ليقي على حضوظه قائمة بالوصول للملحق العالمي المؤهل للمونديال وتستضيف أستراليا التي تحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي مباراة إياب الملحق يوم الثلاثة المقبل وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين بعد ساعات من تحرير الحويجة من احتلال داعش الأهل يستقبلون القوات العراقية بالأهازيج الصليب الأحمر الدولي يندد بأسوأ مستويات العنف في سوريا منذ معارك مدينة حلب العام الماضي ودونالد ترامب يتهم النظام الإيراني بتصدير الفوضى في المنطقة ويؤكد تهران لم تحترم روح الاتفاق بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا